24 2 أجم 2 أجم الحرب التي أنهت شهرها السادس عشر في أوكرانيا لا تبدو قريبة من خط النهاية الطرفاني يواصلان الهجمات لتشمل مدن الداخل البعيدة عن جبهات القتال كما يعززان قدراتهم العسكرية لا سيما باستخدام الطائرات المسيرة التي تحولت إلى سلاح رئيسي حتى لا يكاد لا يمر يوم من دون هجوم جديد بهذه الطائرات وهو ما يترافق بالقول إنها أسقطت أو تم التصدي لهجماتها ليستأنف القول نفسه في اليوم التالي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن الحرب لن تتوقف قبل تفكيك أوكرانيا الحالية كدولة حتى وإن استغرق الأمر سنوات أو عقود وقادة الحلف الأطلسي يقولون في المقابل إنهم سوف يواصلون دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ميدفيديف رسم صورة بالأسود والأبيض قائلا إنه لا خيار أمام بلاده فإما تدمير نظام كييف أو سينتهي الأمر بتمزيق روسيا والاستعدادات الغربية لتزويد أوكرانيا بطائرات F-16 بقي أمامها حاجز واحد هو تدريبات الطيارين الأوكرانيين عليها وهي قد لا تكتمل قبل حلول الخريف أو حتى الصيف المقبل إلا أن هذه الطائرات سرعان ما سوف تصبح جزءا من ميدان المعركة الدعم المادي لأوكرانيا بات يكتسب طابعا من الديمومة حتى لك أنه ضريبة تدفعها دول التحالف الغربي دفاعا عن وجودها ورغم أن اقتصاد هذه الدول يعاني مضايقات مثل ما يعاني الاقتصاد الروسي من المضايقات إلا أن قدرات التحالف الغربي أوسع لأن اقتصاداتها أكبر مما يجعل خط النهاية أبعد إطالة أمد الحرب لتكون حرب استنزاف كانت واحدة من خياراتها الأولى وإذ إنها كذلك فإن الحرب على جبهتي المعدات العسكرية والتمويلات تبدو حربا تدور على الجبهات وفي دفاتر الحسابات الأولى تحصي عدد القتلى والجرحة والثانية تحصي حجم الناتج الإجمالي وقدرات المصانع على توفير الذخيرة وذلك حتى يتضح الأبيض من الأسود في الصورة التي رسمها ميدفيدف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر